ارجعت الجلسة الافتتاحية للاجتماع التشاوري لأعضاء مجلس النواب الليبي بشقيه في العاصمة طرابلس وطبرق التي كانت مقررة مساء اليوم في مدينة طنجة المغربية إلى يوم غد ثلاثة بينما اختتمت فعاليات الحوار الليبي عبر الفيديو اليوم بحضور المبعوثة الدولية إلى ليبيا بالإنابة سيفني وينيومز وتحديد جلسة ثالثة يوم الأربعاء المقبل مبادرات متعددة وقضية واحدة فرقاء ليبيا تجمعهم بلاد الأشقاء وفضاء الأمم المتحدة تحت أعين الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا بالإنابة سيفاني وينيومز اختتمت الجولة الثانية لاجتماع منتدى الحوار السياسي الليبي عبر الإنترنت وذلك بعد أسبوع من الجولة الأولى للمحادثات التي عقدت في تونس وأسفرت عن تحديد ديسمبر العام المقبل موعد لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية الجولة الثانية اختتمت ولم يصدر عنها كثير سوى أن أحد الأعضاء المشاركين أفاد أنها ناقشت آليات الترشح للحكومة الجديدة والمجلس الرئاسي وكانت أجواؤها إيجابية كما تم تعيين موعد لجولة الثالثة يوم الأربعاء المقبل ومن أجل الوصول لرؤية تقرب الجميع من الحل فقد حددت الأمم المتحدة في وقت سابق آليات اختيار رئيس المجلس الرئاسي ورئيس الوزراء ونائبيهما على أن يكون أحدهما امرأة وفي المغرب أكدت مصادر برلمانية ليبية تأجيل الاجتماع التشاوري الرسمي لمجلس النواب المزمع عقده في مدينة طنجة المغربية إلى الثلاثاء وسط دعوات للمجتمع الدولي ببدل المزيد لإنجاح المؤتمر أتمنى منهم التعاون مع الجسم الشرعي والممثلون الحقيقينيون المنتخبون الممثلون لإرادة الشعب الليبي في الخروج بهم من هذه المرحلة الصعبة ونتجاوز هذا الأمر تأخر وصول الوفد القادم من المنطقة الشرقية أدى إلى تأجيل عقاد الاجتماع التشاوري لكنه لم يمنع الحاضرين من التباحث وديا في رداهات مقر الاجتماع على ذلك يضع لبنة في بناء الثقة بين جميع الأطراف نتمنى من باتة الأمم المتحدة أن ترى بعين الاحتبار أن هذه الاجتماعات حدثت لكي نلتأم كمجلس نواب وتنبتق منها حكومة وحدة وطنية داخل الدولة الليبية منذ أشهر الساحة الليبية تشهد حركات دبلوماسية محلية وإقليمية ودولية على أمل توحيد الفرقاء في الوطن الواحد الذي مزقه مرتزقة وتدخلات خارجية وأطماع القريب والبعيد في البحر النفطي الذي تعوم عليه ليبيا ينضم إلينا من طرابلوس سيد إسلام من ويصري الكاتب السياسي سيد إسلام ما الذي يؤخر طالما أن الأجواء إيجابية كما يقول مصدر من داخل منتدى الحوار الليبي ما الذي يؤخر الإعلان عن هذه الأليات أليات اختيار المناصب السيادية وأيضا شروط الترشح لهذه المناصب أهلا ريمة وأهلا بكل أسادة المشاهدين في التلفزيون العربي بالتأكيد هذا بداية ثانيا في إجابة على سؤالك أولا رقم واحد حتى من بعد الاتصالات مع أغلب المشاركين في حوارات الخمس وسبعين التي ترعاها البعثة طبعا الليبيين نقصد هنا أكثر الاتصالات التي أجريتها مع أعضاء مجلس النواب المشاركين في هذه الحوارات وكذلك أعضاء المجلس الأعلى للدولة هناك من لا يرد علينا هناك من يرد علينا ويقولها صراحة بأننا هناك إعاز من البعثة الأممية بأن لا نصرح بما دار في هذه الجولة ولكن كما أشارتم بالذكر الكل يقول بأنها هذه الحوارات الإيجابية نعم المعلومة المؤكدة أنها الحوارات في الجولة الثالثة ستنطلق الأربعاء يبدو أنه هناك كان اختلاف بشكل بسيط حول ألية اختيار المجلس الرئاسي ونائبيه وكذلك رئيس الحكومة وكذلك نائبيه من المقترحات الأربع التي قدمتها البعثة ولكن الكل يصرح بأنه في يوم الأربعاء بنسبة 90% على قل تقدير سيكون هناك إقرار شبه تام لأحد المقترحات الأربع فقط نقطة مهمة جدا بأن حتى الليبيين الذين يريدون الترشح لرئاسة المجلس الرئاسي وكذلك حتى النواب وكذلك حتى رئيس الحكومة صاروا يظهرون على السطح هناك شخص نسيت اسمه حاليا ولكن من موليد 1964 هذا هو أول مترشح حتى مسألة الترشحات يحتاج للتزكية طبعا أصبحت تظهر هل هناك قرار دولي مؤكد باستبعاد كل الوجوه السياسية التي كانت في المشهد السياسي سابقا أم أنا هنا نقطة الخلافة السياسية تقصدين هنا القرار الذي صوتوا عليه بالسلب طبعا جاء التصويت هو صوت عليه أكثر من 40 إلى 50 أحد الحاضرين بنعم ولكن النسبة طبعا كما تعلمين في التصويت تحتاج إلى 75% حتى يمر أي قرار بالنسبة للجنة 75% بالنسبة له عملية عزل سياسي جربنا العزل السياسي فيما هو سابق بأن حكومة المؤتمر الوطني 2012-2013 بالنسبة للجميع تبين تبعاتها بأنها قرار سلبي فعلى الصعيد الشخصي وبحسب المعطيات نرى بأنها عدم مرور مثل هكذا قرار هو شيء إيجابي ولكن عموما العملية الديمقراطية سارت على أقل تقدير تحصل هذا القرار على أكثر من 40 إلى 46 صوت تقريبا بالإيجابة ولكن كيف يمكن تحديد والاتفاق على موعد الانتخابات الرئاسية وتشريعية العام المقبل في ديسمبر 2021 قبل الاتفاق على آليات اختيار رئيس المجلس الرئاسي ونائبيه ورئيس المجلس الوزراء ونائبيه أولا دائما كما تعلمين سيدة ريمة أن الاتفاقات التي تعطى فيها موعد هي موعد تعتبر ليست كبروتوكول يعني كتمهيد لمرحلة ما ولكن ليست ضالعة بشكل أساسي إنما مسألة أعطاء هذه المدة قبل الترشيحات فيبدو أنه يمكن فهمه على أساس أن البعثة واثقة ومتأكدة بشكل كبير وهذا من راحة على أرض الواقع بإمانة حتى من حسب الاتصالات والمعلومات التي تورد إلينا بين فينا والأخرى بأن الأمر سيذهب في المسار الصحيح بأنهم سيختارون ألية معينة ستذهب في ألية معينة وستكلل بالنجاح يعني يوم 24 ديسمبر على الأغلى بحسب المعطيات سيكون هناك انتخابات تشريعية وكذلك رئاسية وربما تكون على مراحل هذا أمر يفصل فيه ولكن المدة كما قلنا هي إجراء بروتوكولي ولكن يبدو أنه سيجرى البعثة يبدو أنها واثقة من ذلك بشكل كبير شكرا جزيلا لربما حتى من ناحية الضغوطات الدولية شكرا جزيلا لك من طرابوس إسلام مواصري الكاتب السياسي شكرا جزيلا لك